خصص وزير النفط حيان عبدالغني اجتماعه بالأجنة المالية النيابية لبحث مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جهان التركي وعقد اجتماع لمناقشة موضوع العلاقة بين الوزارة وإقليم كردستان بما يخص الحقول النفطية وأيضا تسليم الانتاج واستئناف التصدير عبر تركيا حيث أكد عبدالغني حرص الوزارة على التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى ما يحقق تطوير الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية في البلاد لفت أيضا إلى أن الاجتماع هدف إلى بحث الموضوعات المشتركة التي تخص وزارة النفط واللجنة المالية لسيمة أيضا استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جهان التركي وأضاف أنه ستتم إعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في الإقليم من قبل الشركات النفطية أمل متبقي من الإرادات تذهب إلى ميزانية الدولة الاتحادية